أرحمه الله وبركاته. متابعي الكرام. حياكم الله. اليوم معنا فيديو مهم كيف تحصل على إذن عمل مجانا في تركيا. طريقة سهلة جدا إن شاء الله. طبعا بعض القرارات التي تم إصدارها أو القرارات القديمة بخصوص ترحيل اللي ما عنده إذن عمل وكل هاي الأمور. بإذن الله تعالى بهذا الفيديو راح نعرف كيف تقدر تحصل على إذن عمل إن شاء الله بهذا الفيديو. لذلك مع الفيديو لي أن هذا الفيديو مهم جدا. أول شي إذا أنت بدك تحصل على إذن عمل تقدر تحصل على إذن عمل بطريقة سهلة جدا في عندك منظمة الإشكور أو الإشكور. تقدر تروح تقدم طلب تأخذ الكيم لك تبعك. تروح تقدم معلوماتك عيدهم مهمة إن شاء الله راح يقول لك شغل ويرجع يتواصلوا معك. طبعا الشغل عن طريق منظمة الإشكور راح يكون شامل سيكورتا شامل إذن عمل شامل كل هاي الأمور وصير شغلة قانوني في تركيا. وإذا تقدر عن طريق منظمة اليونايتد وورك تتواصل معهم أيضا هم يؤمنون لك شغل بإذن عمل. بس الأفضل أن تقدر عن طريق الإشكور بس تكتب على خرائط جوجل إشكور شوف أقرب فرح لمكان سكنك أنت وتروح علي وتأخذ الكيم لك وتأخذ معك جوالك وعندك رقم. وتقول لهم أنت أشهر الخبرات اللي عندك أو قلهم أنا عامل أو أي شي وهم راح يأخو لك شغل يعني إن شاء الله بأقرب وقت ممكن. طبعا طبيعة الشغل راح يكون شامل يعني أقل شيء عسكري أجرت يعني حسب نوع الشغل أنت اللي راح تشتغله إذا عندك خبرة يكون أعلى. طبعا عن طريق الإشكور راح تأخذ إذن عمل وسكورته مجانا. أسأل الأشخاص اللي راح يسألوني إذا كملك غير ولاية. بدك تروح تجرب وتسأل أنت في بعض الأحيان قاعد يسجلون للكمال غير ولايات وفي بعض الأحيان ما قاعد يسجلون. أما أهم الشيء إذا كان أنت كملك من نفس الولاية تأخذ كملكك وتروح السجل على منظمة الإشكور مشان عمل الطريقة سهلة جدا ما بدأ أي شي وبعدها راح يصير عندك الشغل أو العمل القانوني بتركيا. في تركيا يصير عندك إذن عمل وسكورته وما حدا راح يتعرض لك من المخالفات. وطبعا في بعض الأشخاص راح تقول لي صاحب الأمل ما قاعد يطلعني إذن عمل وفي مشاكل وهاي الأمور. طيب اترك صاحب الأمل هذا واشتغل عن طريق الإشكور. اشتغل خلي شغلك قانوني ونظامي ومجاني يعني ما راح تدفع ولا شي. يعني انت تروح كان يكتب حتى العمل. خطأ وراءكم وراح تواصلوا معك ويخبروك يعني أنه مشان العمل. وراح يسخرج لك إذن عمل وسكورته يكون شغلك نظامي مية بالمية. طبعا مثل ما لكم حابين يفيدكم بهذا الأمر. وراح خليك طبعا الكلمة تابعة الإشكور مشان تحطها بخرائط جوجل. وشوف أقرب فرع إلك تروح عليهم وتقدم هذا العمل مشان العمل يعني تروح تقدم أنت مشان العمل. وبعد ما يتم الموافقة راح يتم إصدار سكورته وإذن عمل كل حقوق راح تكون محفوظة من قبل منظمة الإشكور. يعني معروفة جدا. بس لذلك حابين أفيدكم بهذا الفيديو من الأشخاص يعني اللي يقولون ما فيه مكان يطالع فيه إذن عمل. لا فيه طبعا كلها من الدولة التركية. مشان أنت ما تكون أمورك مخالفة وما تتعرض لأي موقف أو أي مخالفة. لأن الشرطة وقد تجي يصار فيه حملات على تفتيش على إذن العمل. يقول لك وين إذن العمل تبعك. يقول صاحب العمل ما استخرج لإذن عمل. يعني هذا الكلام يعني ما راح يفيده من طبعا. لذلك أهم شيء حاول أن تشتغ قدر المستطاع بشكل قانوني في تركيا. من أجل عدم تعرض لترحيل أو أي مخالفة. وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار. وبتمنى أن يكون مشاركة للفيديو. لكي تعمل فائدة على الجميع. وإذا عندك أي سؤال تواصل معي على الإستجرام. إذا فيه سؤال مهم أو تكتب لي بالتعليقات. لأن أغلب التعليقات قام تختفي. وأقام التم فلترتها من قبل اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.